السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله تمنى شاء الله تكونوا بألف خير بعد الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم بإذن الله أخواتي سنقدم لكم هذه الجبنة لديها واحدة تجل اللي هي كبيرة يمكن الأغلبية للأخوات يكونوا شاهدوها في اليوتيوب أو في المواقع التواصل الاجتماعي أبغيت يعني أن نجربها كيف ذكرت لكم في الفيديوهات السابقة أنه ولا عجبتني شيء هكي شيء وصفة وقال كتكون في النات ولا عجبتني يعني طالت الانتباه ديالي غادي نجربها ولا كانت يعني نشوفوا وصفة اللي هي كتكون ناجحة وصادقة كنقدمها لكم في القناة لكن بعد ما جربت هاد الوصفة يعني شكلا معندي ما نقول يعني كتجي في المنظر ديلها زوين زوين بزيخ لكن في الماداق وفي القاوة ما كيف غيرتشاهدو معايا في اخر الفيديو يعني بصراحة كنت ما بغيش نحطها في القناة لكن قلت لها نقول الصراحة اللي حصلت على يعني بكل صراحة الجوبنا كيف ديالها في الماداق ولا في الجودة قد نخبركم بها في اخر الفيديو إن شاء الله على بركة الله المكونات نفس المكونات ونفس الطريقة قد نتبقوها اليوم إن شاء الله نصف لطر حليب كامل الدسم عندي هنا يا واحد الكأذي العنباء ديال النشا أي المايزيناء وعندي هنا يا ثلاثة ديال المثلاثات ديال الجبنة استعملت هذا ديال الجبن الأحمر ممكن ستعملوا حتى الا عادي يعني هذا كيكون في المدق أحسن من العادي كيكون واحد المدق نتبقي من بناصي واحد الملعقة كبيرة ديال ديال الزبدة الزبدة حيوانية공وا اليوم哦 هنا عندي الملح ملعقة صغيرة غير ممتلئة ديال الملح الملح دasure ديال ما يبقى حسب الدوق وسستعمل واحد الملعقة صغيرة ديال الخل الخل أبيض او الخل العادي تنجرة صغيرة نضيف حليب يجب أن يكون كامل نضيف حليب نضيف حليب ثم نضيف حليب نضيف حليب ثم نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب ثم نضيف ثلاثة جبن خلط مزيان من الأحسن نستعمل الطلب الكهربائي الخلط الكهربائي قمت بتحن المكسور فقط نتحن المكونات نضيف ملعقة صغيرة للخل نضيف ملعقة صغيرة بعد التحرك نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نقص في هذا الكارتونه لكي يتم تبعونها سنرجع في هذا الجبنة يحدث على الشكل يحصل على الشكل مستطيل نقص منه في هذا الكارتونه قطع الجزء بعد محيط المتباق من فوق الكارتونة ندخل تلاجه ثم نضيف 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 تلاجين ثم نغرق حيث تلاجه هنا سنتقل كيف تشاهدو حصلنا على جبنة رائعة كيف تشاهدو يعني حتى البغيو ديالها زوين والشكل ديالها زوين انا طبقتها يعني كيف شتها في عديد من الوصفات ويعني بكل صراحة طرت الانتباه ديالي وطلع لش ما نديرها سنقطع لكم بسم الله سنقطع لكم بسم الله هكيف تجي اخواتي هنا من الاحسن تقطعها شوية شوية عريضة لانها ستقطع معكم اخواتي هنا سنقول لكم بكل صراحة كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو يعني كيف تشاهدو يعني كيف تشاهدو يعني بكل صراحة المدق ديالها ما فيه ما يتكل وكيف تشاهدو اقضر لك الفئر كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو لقد تقطع بوحدها لقد تقطع بوحدها كيف تشاهده وفي الماداق بيكون صراحة انا ولادي ما بغوش يكلوها نهائيا خليت هاد الجوز في التلاجة قلتها في المجمد و قلت لقد نحكها لكم باش نشوفوها انا كنت بغي نقدمها لكم بانها وصفة رائعة و كنت سوف نشوفو بكل صدق فش يعني ضقتها و قطعتها و خرجت لي هكا يعني كيف قلت لكم في اول فيديو ما كونش بغي نقدمها لكم لكن قلت لها علاش لا يعني نصرحهم بكل صراحة لان هاد الجوبنات كيف خرجت لي انا يعني انا خرجت لي ماشي مزيانة لا في الماداق ولا في القاوم ديالها انا ما رديش نقول لكم يعني اه مهم كنقول لكم النتيجة اللي حصلت عليها غدي نخلي هاد الجوز و غدي ندوز لكم واحد الجوز في الحكاكة يعني باش نحصل على واحد الجبن اللي هو مبشور خليتها شوية في المجمد لكن باقي ما قصحتش مزيان ما رديش تساعدني باش نبشرها هنا يف هاد الحكاكة المهم اخواتي احنا غدي نعطي لها الوقت كيف كتشوفو هنيا غدي نرجع واحد الكيمية في المجمد هنيا هاد نتيجة اللي كتشوفو معايا كيف حصلت عليها غريتها لكم اخواتي غدي ناخد واحد الجوز و ندلوه في المجمد نرجعوا هنيا هاد الكيمية هادي غدي نخليها ليلة كاملة ان شاء الله و نرجع معاكم باش نشوفوها ولا بشرناها كيف غاد جي هما هادي اللي بشرنا هنيا يعني ما غادش تقدو تدلوه على فوق شي بيتزا او شي حاجا يعني كتتعجن مهم حتى غدا ان شاء الله و نتلقى معاكم رجعت معاكم اخواتي كيف كتشاهدوا وجهت هاد الحكاكة و واحد تبصيل مهم غدي نخرج الجبنة ديالي من المجمد كيف خلينا ها البارة غدي نفتحوها انا بكل صراحة هاد الجبنة ولا بغيتوا تدخلوها في شي حاجا كتدخلوها في هكا في شي مملاحات ولا انا بكل صراحة كيف تشاهدون سوف تكون قصحة حسنا لا تكون رطبة سوف نكتفي بهذا الكمية تساعد الماء سوف تكون قصحة سوف تجد الى الساعة سوف تكون موجود سوف تدرج الماء سوف تكون مباشرة سوف تتعجن اشتركوا على المتابعة